قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين ووجه المستشار حازم بدوي خلال كلمة له نداء للمصريين لمشاركة في رسم خريطة المستقبل مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل سبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم أبناء الوطن الكريم أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعض المسافات في بعض البلاد وبرودة التقص في البعض الآخر وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن وغدا ينطلق مرسن الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكل سقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وخراها من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تغضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضاء الكامل حيث يشرف قاض على كل صندوق وهو الضمانة الأساسية والملازي الأمين في شفافية الانتخابات ونزهتها والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تمة واستحدثت لزوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن ربنا اهدى على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة